إذن نعود لهذه الصور والحدث الأبرز لليوم هذا التصعيد والضربات الإسرائيلية على قطاع غزة جوا برا وبحرا وزيخ خارجية الأردن كان قال إن إسرائيل بدأت للتو حربا برية على غزة والنتيجة ستكون كارثة إنسانية ذات أبعادها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في تصريحات لافتة لها تقول إنها اليوم والآن تدعم هدنة إنسانية من أجل مساعدات أو من أجل إيصال مساعدات لأهالي غزة كذلك أذكر فقط بأننا تابعنا مؤتمر صحفي لجيش الإسرائيلي الذي أعلن فيه توسيع العمليات البرية